مجال الكوميديا مجال مش سهل وانت كان لك تصريحات كده ليه علاقة بانه الضحك اللي بيحترم عقول الناس ومسألت انه انت بتدخل كل البيوت والأسر وانت معني شوية بموضوع الأطفال وتربيتهم وشكل تربيتهم وانه الأطفال بتحبك ده 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 حاجة كبيرة جداً جداً اه الحمد لله ازاي شايف انه ممكن تشتغل على الأعمال دي وناس يمكن كت دايما بتقعد تسألوا اكيد بتشوف على مواقع التواصل اللي قمتان عزوز وحشنة طب هو مفيش جزء تاني بص انا دايماً دايماً ببقى حاطف في دماغي أسرتي وهم بيتفرجوا هل هم هيبقوا مبسوطين ولا مش مبسوطين هل أنا هبقى مكسوف والعمل ده بيعرض ولا هبقى مش مكسوف هل هم هيبقوا مع أصدقائهم أبنائي دولت مع أصدقائهم هيبقوا فخورين بالأعمال اللي أنا بعملها ولا مش هيبقوا فخورين بيها فبقى بقى مركز جداً جداً في النقطة دي ومن هنا زائد دراستي يعني أنا بعدما درست كلية حقوق رحت درست أداب مصرح لأن عندي قناعة أن أنا عندي مثلاً موهبة تمثيل لازم أسقلها بالدراسة ده دي قناعاتي يعني فدرست دراما ودرست إخراج ودرست تمثيل فمن هنا لازم أبقى مركز كويس جداً في العمل اللي أنا بعمله ودايماً بروح لده يا هدير يعني دايماً بقوم رايح يا سلام الأطفال يعني حتى فيه شارل شابلين كان زمان يجي يعمل السينما وبعد ما يخلص الفيلم بيقوم عامل عرض خاص للأطفال وبعدين وهو بيعرض الفيلم كده فبيبقى مستخبي وراء ماشي ويقعد يبص على الأطفال وبناء على ردود أفعالهم بيعيد منتاج الفيلم تاني من أوله جديد فإذا وداي رائد الكوميديا في العالم كله يعني فإذا موضوع الطفل ده حاجة مهمة جداً جداً وهو الناشئة هو اللي طالع فأنا مهتم بده إلى أقصى مدى يعني شايفها صناعة صعبة برضو يا سامح طبعاً الورق اللي نسيبهم مع طبعاً التغيرات اللي حصلت في المجتمع يعني الأطفال ما بقوشهم الأطفال بتاع زمان الكلام مش هو الكلام اللي المفروض يتقلهم التغيير اللي حصل ده شايفوا زي ممكن الدراما تعالجه بصي هو موضوع السوشيال ميديا زائد الدراما بتتطور والدنيا بقت مفتوحة على بعض فما بقيناش بس بنتفرج على أعمال مصرية فقط ودي لها يعني وجهين وجه حسن ووجه مش حسن ممكن يغير مفاهيم عندنا لو احنا مش ملاحقين ومواكبين ده فدايماً الطفل احنا من نتخيله أقل زكاء من عمره في حين انه لا هو زكي جداً وفاهم كواس جداً فلازم تدخلي بجرأة يعني المهرجان اللي احنا كنا لسه فيه ده في تطوان مهرجان دولي ففيه دول كتير بتعرض مصرح الطفل فكان قائم على أو مسمى التغير المناخي تخيالي يعني ايه يعملوا عروض فنية عن التغير المناخي للأطفال زائد ان الأطفال يبقوا متفعلين جداً وفاهمين كواس جداً مستوعبين القضاء مستوعبين كواس جداً فلا العمل شاق خاصة الكوميديا دي انا ككوميديان ممكن بموهبة من عند ربنا هذا حكيك وبموهبة ثم صناعة ممكن ابكيكي لكن مش اللي مش كوميديان صعب انه غير ده حكيه بما انك بتتكلم عن الكوميديا شايف سوق الكوميديا عامل ايه دلوقتي؟ الكوميديا برضو بتتطور لكن انا برجع بقول ان الكوميديا الاساسية او الكوميديا التي لا تتغير هي القائمة على الموقف يعني بنوعد نتفرج لجد دلوقتي على الاعمال بتاعت ابو سعود الابياري اسماعيل يسين نجيب الرحيني بنوعد نتفرج لجد دلوقتي عاد الإمام لانه قائم على موقف مش قائم على هزار كل ما هو هزار هي موضة يعني ممكن اقوم عامل في معاك دلوقتي الناس هيتحكوا بس بعد كم سنة هي الموضة بطلت لكن لو الموقف فالموقف هو المستمر فانا بميل للموقف مش بميل للكوميديا الوقتية يعني